الويكند على راديو ماد مازال متواصل معاكم حتى النص النهار نصبح عليكم ونسلم عليكم من تاخدوا بينا في الاستماعات مش نحكيه علي موضوع مهم برشا موضوع لحقيقة يمس برشا عباد صورتوك نحكيه علي الاكتئاب الموسمي فما عباد كي يدخل الخريف وقالا يدخل تلقى فما كل النوعية متاعك التقلبيت الميزاجية متاعه وتلقاه متقلق برشا لانا لازمنا نعرفه عليش الاسباب متاع الاكتئاب النفس هذي شنية العلاج متاعه وكيفاش النجمه انه اليوم نحكيه على علاج وكيفاش حتى الاسباب حتى لو انتوراج حتى هو الانسان انه يعرف التفاصيل هذي معنا بحثين نظيفنا سيوي صال ابو معيزة طبيب مقتصف العلاج النفساني مرحبا بيك يا عيشك شكرا على الاستيضافة باركة لو فيك يا عيشك موضوع مهم برشا دكتور تغليا تجي نقومو هم بوع اول حاجة نحاولو نعرفه الاكتئاب يعني بصفة عامة قبل ما نصل الاكتئاب الموسمي يعني الاكتئاب هو يعني حالة نفسية فيها بعناها دي كريتير يعني اول حاجة عنا الميزاج يولي ديم حزين يعني كامل اليوم واكثر من جماعتين يعني مش يعني مثلا يحزن ساعة ساعتين في اليوم فهمتني يعني هذي حاجة يومية توصل حتى الاسابيع صحي والا هي دانك الشعور هذي بالحزن شعور مردي معناها الشعور هذي يتواصل نهار كامل ويقعد اكثر من جماعتين بعض جماعتين ونحكيوا على اكتئاب فهمنا يعني يقول لي معاش عندو كيف في حد شيء معاش عينو في شيء الحاجات اللي كان يعملهم مقبلو ويعمل عليهم كيف معاش يعنيو له شيء معاش يعجبوه معاش كان عندو اكتيفيتات دو الوزير معاش يمشي لها يبطل مثلا ساعت حتى لو انتو راجب دي يسال شبيه يعليش شبيه تبدل فلا معاش مدعاش كان مثلا مغروم بالموسيقى ولا يمشي يعمل سبار معاش يخش تو دانكو يبطل كل شيء اكزاكتو ما تو دانكو يبطل كل شيء تو دانكو يبطل شويه يقول لي ازولي دانكو خاطر معاش عينو معنا معاش عينو بش يخرج معاش عينو بش يعمل جو يقول لي بطيء يعني شو معنا بطيء يعني يحس البخل معنى يبدأ قاعد معمل حد شيء فكيكا معنا خمول يعني يحس روحه ميجمش يتحرك بطريقة نشيطة كي مقبل حس روحه يعني اقل نشاط بطيء جدا معاش مثلا مثال بش يمشي يحك فمه مثلا يقعد مدة اطول يحس روحه بش يعمل معناها يحس الزمن اكثر ما انت وقت ما انت اي بش يعمل حاجة بش يعمل اي اكتيفيتيت شد له برشة وقت اكزاكتو ما فلا يقول لي معاش ياكل بريكداء يفقد الشاي متاع الماكلة يقول لي يجم ينقص في الميزان حتى الرغبة الجنسية متاعه تنقص يقول لي عنده افكار سلبية افكار تجم توصل حتى معناها افكار معناها يقول لي خمم ديما في الموت في الفناء معناها يخم حتى في افكار خايبة متاع انتحار متاعه يحط معناها يقول لي يأس على الاخر يقول لي يلوم روحه يأنب روحه برشة يتهم روحه ديما معناها ديما يحس روحه اللي هو مذنب ساعات الشعور بالذنب هذا يكون يعني يسر واضح اللي هو مصحيح يعني يحس بالذنب حتى الحاجات بسيطة على الاخر قبل ما كانش يحس عليها يحس روحه اللي هو مذنب ولكن هذي الاكتئاب كما نقول معناها الاكتئاب ولكن الاكتئاب الموسمي يشبه الاكتئاب هذي لي عندو شوية خاصيات يعني الخاصيات الاولى كونه يجي اكثر للنساء ويجي اكثر زادها في الدول اللي مفيهاش برشة شمس كما اللي باييه النورديك معناها الشمال برشة كما الدنمارك النوروغيج سويد كندا دونك اللي مفيهونش برشة شمس والشتاء متيحهم يكون صعيب وتنقص فيه الليومينوزيتاء ويطويل الشتاء متيحهم ويطويل الشتاء والنهار يقصار والليومينوزيتاء تقل برشة اهم حاجة في الموضوع هذي هي الليومينوزيتاء الليومينوزيتاء بالعربية الإضاءة الإضاءة يعني تختلف من موسم الى اخر مش كما في الصيف كما في الخريف خاصة في معناها الهميسفير نوغ يعني معناها في الكورة أرضية الهميسفير نوغ فهم أربع فصول فهم دول دي ما عندهم صيف ونحكي عليهم بعد هذوك دونك كي تنقص الليومينوزيتاء في الخريف وتزيد تقوى في الشتاء بعد ترجع في الربع ترجع تقوى يولي الإنسان يشعر بالمشاعر السلبية هذه معناها الحزن وكذا ما القوة متاحة أقل بالاكتئاب العادي متاع فترة متاع فترة متاع فترة ما زادة حتى القوة متاحة مهاش حادة كما الاكتئاب معناها اكتئاب معناها ساعات تشوف معناها شوية حزن يحب يبكي يحب يعبر يقول شبيه التقص وكتيش يرجع كمكان معناها هذو تعابير والأحاسيس اللي تكون عنده صحيحة ايه ما قلنا معناها القوة متاحة مش كما اكتئاب يعني يجم القاه يجم يمشي يخدم مفهمتني ما يبدأ معناها قلق كما نقول ديما فادد هكا والفشلة اللي حكينا عليها قبيلة تبدأ اقوى في الحالة هذية الفشلة قوية على الاخر يحس ويحس معناها قلنا قبل ما الشاهية تنقص في الاكتئاب الموسمي الشاهية بالعكس تجم تزيد برشة ولي حب برشة السكريات يحب شوكولاتة وكطو خاصة في الليل يكل ولي ماشته ديجا يحس يتفرهت شوية كياكلها ويجم يسمن زادة معناها حتى في الميزان في العادة يسمنوا في الشتاء فما لهنا موضوع مثلا انسان اللي مثلا نعيشوا احنا في يمكن تقص معتدل عن اربع فصول يلقى روحوا في ليلة ونهار موجود في كما قلت انت البلدين اسكندينيا فيا ولا في كندا لك الهنا وكأنه جيها كالحالة متاع الانسان اللي التقلبات متاع التقص او المزاج او معناتك اللول اللي يحكينا عليه انه يطويل الموسم الشتاء والاذاء تنقص يلقى روحوا متقلق برشا يبدل من بلاد البلاد والا ذيكا وبعناها يعني كما قلنا احنا فما هي في العادة لعبات حتى اللي في الهيميسفير مش نلس كليكا معنا بشتغلق روحوا في الشتاء يعني فما كل احصائيات فما في كندا ثنين بالمئة يعملوا ديبريسيون سيزونيار فمتني وفي المناطق اللي فيها اكثر اشاعة شمس يعني ما فماش احصائيات مثلا في تونس ما الاكتئاب الموسمي يكون اقل وكيكون مثلا انسان ينقل من الهيميسفير سود مثلا يكون يسكن في بلاسة فيها برشا شمس ويتنقل يولي يمشي البلاسة ما فيهاش برشا شمس معناها كما كندا ولا البيس كوندناف يكون يولي عرضة اكثر باش يجيها القلق هذي الاكتئاب الموسمي فيك هو التركيبة البدنية ومعناها تحب اشاعة الشمس بالقدار وعليش اشاعة الشمس معناها حكينا عليها برشا مرات هي اشاعة الشمس عندها تأثير على المخ يعني فما افرازات متع هرمونات يصيروا باشاعة الشمس يعني في الليل مثلا الميلاتونين هذي هرمون متع نوم تطلع ومعناها بعض الطيحة في النهاء وفي الاكتئاب الموسمي معناها بيشكو مفماش برشا شمس تقولش عليها معناها ديمة الليل الدنيا دونك الميلاتونين هذي باش تطلع وكي تطلع هي السيروتونين طيح هذي هرمون واحد اخر سيروتورين واللي هي السيروتونين هذي هي اللي معناها تطلع يعني تطلع النشاط والحيوية والفرح وكذا نونك تنقص هيجيوا على مات الاكتئاب وفي العادة العبيد اللي معناها يكونوا يبدلوا معناها من معناها يكونوا يسكن في بلاسة في برشا شمس ويبدل يكون بدلوا معناها ما يحتملش كل نقص متع أشعة الشمس فما حلول؟ فما حاجات النجم يعملهم ويشريهم مثلا في بلدان اسكوندينفية في كندا ولا؟ ولا أي نجم حتى في تونس فما عبيد يتقلقوا شوية في الشتاء حتى في تونس عنا في عبيد يتقلقوا شوية في الشتاء فما حلول بطبيع ديمة يحاول باش يعمل على الأقل سواء معناها خاصة في الشتاء يحاول يعمل سبار مثلا في الشمس مثلا في الشتاء يخرج في وقت اللي يحص التقص بهي يستغل الفرصة يكون معناها اللومينوزيتين متاع الدار تكون باهية ما يحاول باش يقوي في اللومينوزيتين في الدار معناها يعمل أمينة جمع باش تكون اللومينوزيتين قوية حتى في الشتاء يدخل لها برشا ضو دونك هذا هو معناها حاجات وإذا كان ما يمينجمش مثلا خطفا مع بيت مثلا في الشتاء تدخل سبع متع صباح تروها الخامسة فينا الموم يشتشوف الشمس يعني نعم صحيح يخرج فضليم يخرج فضليم ذلك يجم يتقلق إذا كان ما عندهو امكانية يعني بشي يخرج ما في الخدمة ما عندهوش امكانية ينجم يشري معنا فما آلات تسمى متاع اللومينو تيرابي من عش موجودة في تونس يجم يشري يشريها معنا من البرة ويستعملها نصف ساعة إلى ساعة في النهار يعني يعرض روحه للأشعة شم متاع أشعة الضوء إصطناعية أما تعوض أشعة الشمس وفي العادة ناجعة برشة يحس روحه في العادة نهارين ثلاثة بشي تفرهن وزيدة فما نأكدوا علاقة الشمس بالاكتئاب الموسمي فما مثلا برشة عبادة يسكنوا في اللاميسفير نور وعندهم فلوس مثلا هو في الشتاء مكتئب يحاول بشيخه يمشي البلاسة فيها برشة الشمس مثلا منطقة استيوائية بعد نهارين ولا إلا أربع أيام يتناحول أعراض مثلا يعود يرجع البلاسة يعود يرجع البلاسة يعود يكتئب شكرا ليك باركة لو فيك دكتور على نصائح هذية الكل شكرا ليك سألتوك نحكيه على موضوع مهوم برشة اللي هو الاكتئاب الموسمي تنجم تنظروا ما زالت تعودوا تفرجوا في الفيديو اللي تلقاوه تهوا على البرنامج فيسبوك راديو ميت نيوزيو على البرنامج الويكانت باي راديو ميت واحد